عبر الأقبار الصناعية معي دكتور معتاز محي عبد الحميد مساء الخير أهلا بك معنا دكتور معتاز السلاح الأقوى كان لداعش في الموصل استخدام مدنيين كدروع بشرية وهذا كان يعيق ويؤخر تقدم القوات العراقية كيف ستتمكن القوات العراقية اليوم من تخطي هذه العقبة؟ طبعا تمكنت بذلك منذ أكثر من شهرين هي تمارس عمليات الاستنزاف ضد داعش ضمن الحياء التي تحررت يعني اليوم أكثر من 35 حي تحرر من الجانب العيسى دلالة كبيرة جدا على الحفاظ على الحياة المدنية وإيجاد منافذ لخروج أولاء المواطني إلى منافذ حامنة كانت محاولات في تركيز ضمن الخطط الجديدة كانت هناك محاولات؟ نعم نعم تفضلي نعم هذا ما أقصد وأكمل كان فيه يعني اليوم في تركيز ضمن الخطط الجديدة لقوات العمليات المشتركة لي شل هذا السلاح الأقوى كما وصف لداعش هناك؟ طبعا تستعمل دائما داعش أساليب وابتكارات جديدة تفاجئ أحيانا قواتنا العسكرية ولكن قواتنا العسكرية دائما إلهب المرصاد لهذه المفاجآت كما ترسل بعض الانتحاريين من داخل البيوت ومن داخل المواطنين أو تضع بعض القناصين فوق المساكن التي يملكها أولا الأشخاص أو تلجأ إلى تفخيخ بعض البيوت اليوم اكتشفت القوات العراقية المسلحة سجن كبير جدا في هذه الأحياء وفي الحياة القادسية وهذا يعتبر إنجاز كبير جدا للقيادات العسكرية وكذلك اكتشفت مخابئ للأسلحة ومخابئ للعتاد دلالة كبيرة على قدرة تخطي قواتنا المسلحة بكافة أجهزتها لعمل التفخيخ الدور وكذلك تفخيخ الطرق وكذلك عالجت هذه التفخيخات بطرق هندسية فاجأت بها العدوى الصديق لقدرتها على معالجة هذه التفخيخات ومن ثم التقدم إلى أحياء جديدة وكسبها إلى أرض المعركة نعم فيما يتعلق بشق مساعدة النازحين وتعامل معهم بعد تقدم أكثر وأكثر في الموصل لصالح القوات العراقية كيف يتم هذا يعني تحدث رئيس أركان شرطة الاتحادية عن عوضة الحياة كاملة للمناطق التي حررت بالمحور الجنوبي الذي تتواجد فيه مع لقاءات من ضمنها مع أهالي الموصل في حسن الحديدي كان قال هو من أهالي الموصل أن كل يوم يمر عليهم طبعا بالمخيمات يعادل عاما كاملا عن أي وقت أي فترة زمنية نتحدث هنا لتأمين حياة أفضل على الأقل لهؤلاء بعيدا عن معاناة المخيمات طبعا مشكلة المخيمات هي تقريبا انحلت بتواجد كوادر للوزارات البنية التحتية كوزارة الكهرباء مدت الأسلاق الكهربائية والمحولات إلى هذه المخيمات وعالزت مشكلة انقطاع الكهرباء كذلك توفر المياه الصالحة للشرب ووزارة الصحة أمنت الأدوية للعوائل التي تحتاج لهذه الأدوية وخصوصا الرجال الكبار والمسنين وكذلك توجهت وزارة التجارة لتأمين المستلزمات الغذائية من حصص التومينية وهذا دلالة كبيرة جدا على قدرة هذه الوزارات على تأمين هذه الاحتياجات الضرورية في داخل المخيمات وكذلك في داخل البيوت التي تحرط هناك عناصر تأمين لهذه المواد لأن كما تعرفين الأسواق مغلقة في هذه الاحياء ولا توجد مواد غذائية ولكن مطلوب من الحكومة أن ترسل هذه المواد الغذائية وتوفيرها بطرق سهلة وتأمينها إلى داخل الدور بالإضافة للأدوية والمساعدات الإنسانية المهمة لحياة البشر نعم بالعودة إلى الوضع العسكري اليوم بأي مرحلة ستدخل معركة الموصل مع إعلان الاستراتيجية والمحاول العسكرية الجديدة وبمقابل أيضا بالأثناء وزير الدفاع الأمريكية يتحدث عن خطوات مقبلة في الحرب ضد داعش مع حكومتين بغداد وكردستان عن أي مرحلة نتحدث هنا يعني اليوم وزير الدفاع التقى مع القيادات العسكرية العليا برئاسة حيدا اللعبادي وأكد السيد حيدا اللعبادي بتجاوز كافة العقبات الموجودة في هذه المعركة وتصميم وإصرار القوات العراقية على تحتلال بقية العزاء من الساحة الأيسر والتمدد إلى الساحة الأيمن وهذا هو ما يتضح من قدرة وإمكانية القوات العراقية من بداية المعركة وكذلك الرؤية أمريكية يعني الرؤية أمريكية في التحالف الدولية على استمرار مساعدة القوات العراقية في عمل استخباري وكالضغط في الضربات الجوية وكذلك مراقبة الحدود المشتركة باتجاه الرقة وباتجاه السنجار وهذه الحقيقة من المهمات التي تبناها التحالف الدولي من فترة طويلة وسعت القوات العراقية على تأمين الأجواء تجاه الضربات التي تأتي من هنا وهناك من خارج الحدود أو من قبل قيادات داعش المرتبطة بمحاور الرقة ومحاور البوكومال وكذلك مراقبة هروب القيادات المهمة إلى داخل المدن السورية القريبة من سنجار كل هذا تأكيد على أن القيادة الأمريكية بمجيء وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد وجاء قبلها بأكثر من زيارة تأكيد على أهمية التعاون الاستراتيجي لمكافحة داعش وكذلك أهمية التواصل مع القيادة العراقية والقيادة الكردية لتأمين أجواء أكثر من إيجابية في المستقبل لمكافحة داعش وما بعد داعش في العراق دكتور معتاز محي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية على هذه المشاركة معنا من بغداد